بدي أعطيك أرقام والأرقام بتحكي الآن بتحكي على تقريباً مليونين أردني تلقوا المطعم سواء جرعة أولى أو جرعة ثانية في عنا مصابين تقريباً رقم لا بأس به في ناس انصابوا وممكن ما هذرت عليهم أعراض وفي عنا فئات الشباب فمنحكي الآن عن نسبة أمان مجتمعي أو مناعة مجتمعية ما رح أعطي نسبة بس أنا التقدير الشخصي يعني في هذا الموضوع فوق الستين في المئة فإحنا الحمد لله وضع من الوباء جيد لما تسجل أنت نسبة إيجابية لتقريباً آخر شهرين أقل من 5% نحكي 2.7% والحالات في انخفاض هذا يبعطي مؤشر إيجابي أنه وضعنا الوباء جيد هلأ الآن لغاية الآن ما في أي إجراء متعلق في أي تعقيدات فيما يتعلق في دخول الأردنيين إلى المرافق السياحية لغاية اللحظة هاي يعني أنت بتدخل الآن على أوتيل بتدخل على مطعم ما في أي مشكلة كل دول العالم مش بس الأردن يعني الأردن إحنا خففنا قيود أكثر من دول العالم إذا بتشوف دول أوروبا الآن بريطانيا الآن إذا كتروها بريطانيا في حجر لغاية الآن في حجر ألمانيا في حجر إنت مجرد ما ماخذ المطعمين شهات التطعيم نكتفي بPCR نيجاتيف قبل الصعودة الطائرة وبتدخل وتنعفى من الPCR عند الدخول وهذا اللي أدى الحقيقة الآن صار فينا طيارة مبارح وصلت أول مبارح وصلت طيارة تشارتر روسية دخلوا على المطار بكل سلاسة والآن مجدد سبوع راح يقعدوا وإن شاء الله السبوع القادم راح نشهد حركة أخرى إن شاء الله من طيران الروسي المملكة في بلاشة الحركة الآن بتطلع عنا سياحة خارجية عنا سياحة من روسيا اليوم أبدأ أعطيك مؤشر جوردان باس اللي هي تذكر الموحدة تذكر الموحدة بمشتريها لغير السائح في أنه ارتفاع في نسبة التذاكر المباعة على الويب سايت لا هي التشكية السياحة ووزارة السياحة لتذكر الموحدة هذا دليل إنه في السياحة بيجي الراين اير بلاشت بواحد ستة سبع خطوط بلاشت على العمان اليوم طلبت تقرير حتى أتأكد إنه الجنسيات اللي جاية بقدر أكد لك إنه فوق 75% لـ 8% من الجنسيات لدخلة الأردن هذا الطيران هي جنسيات أجنبية واشتروا جوردان باس من نفس فهذا بنحكي على عودة تدريجية هلأ حسب المؤشرات الموجودة في أوروبا الآن في دور كبير ووجه مبارح يعني لجوز دولة رئيس الوزراء وكان توجيهات سيدنا بضرورة العمل بشكل مكثف وأكد لوتا الرئيس إنه معالي وزير الخارجي الآن عم بيشتغل من خلال سفراءنا في الخارج الاعتماد للأردن كدولة خضراء في حراك الآن في هذا الموضوع إن شاء الله يعني بنستنى يتطلع القرارات من دول أوروبية من خلال التنصيق مع دول الاتحاد الأوروبي إنه يعتمد الأردن دولة خضراء مجرد ما اعتمد الأردن دولة خضراء بالتالي الحملات التسويقية سيتم إطلاقها جاهزين إحنا في هذه الدول مكاتب السياحة جاهزين للتعاون في تسويق مشترك بينهم مكاتب السياحة الخارجية ومكاتب السياحة الأردنية الآن عم تطلقى طلبات مبدئية لحجزات في الأردن بشهر 8 و 10 و 11 لتوقعاتهم أنه رح يكون إن شاء الله الأردن دولة خضراء والقيود على مستوى العالم رح تم تخفيفة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر